مرحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل وفقرتنا الحوارية الثانية بدأ السباق لحجز الكرسي في مجلس النواب المصري بدأ الاقتراع في الخارج وإن شاء الله يبدأ الاقتراع في الداخل يومين السبت والأحد القادمين يعني ساعات قليلة هو ماراثن طبعا كبير عدد كبير جدا من المرشحين هنتعرف على انتخابات مجلس النواب وكمان صفات النائب في المرحلة القادمة المفروض يمتاز بإيه مهمة مجلس النواب المصري وتاريخ هذا المجلس مع ضيف اللي بيشرفني دائما في هذه الفقرة الأستاذ علي سلمان المستشار القانوني برحب بحضرك أهلا دكتور دائما بسعد دا ما هكتكون معا احنا اللي بنشرف بحضرتك وبالقناة ربنا احفظك في البداية نتعرف على تاريخ مجلس النواب المصري بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة دكتور مصر هي رائدة الحياة النبي في الشرق الأوسط وفي أفريقيا وفي المنطقة العربية لأن الحياة النبي بدأت منذ ما يقرب من أكتر من 150 سنة يمكن كنا احنا 2016 كنا بنحتفل بالمئة وخمسين سنة لإقامة الحياة النبي في مصر اللي هي بدأت فعليا هي بدأت 1805 إنما فعليا بدأت 1866 في عهد الخديوي توفيق بدأت بإيه بالمجلس العالي ومجلس شورى النواب وكان تعداده 75 نائب 75 نائب كانوا بيمثلوا عدد مدريات المملكة كلها أو عدد مدريات مصر بحالها فكان بيمثلها مجموعة من بيسموا الأعيان في القاهرة وفي اسكندرية وفي دومياط بقية المدريات كانوا بيعينوا من قبل الخديوي عبارة عن مشايخ المدريات يعني فيما شابه مثلا العمدة كبير الأعيان حد من الأعيان كده مرت الحياة النائبية في مصر إلى أن جاءت ثورة ديمقراطية كانت بعد ثورة الثورة العربية بعد كده ساعتك بدأت الحياة النائبية بمجلس شورى النواب ومجلس شورى القوانين لحد ما جينا سنة في دستور 23 بدأ في دستور 23 وده كان يعتبر أول دستور فعلي هو قبل كده كان في دستير أسست فعلا ونظمة الحياة النائبية المصرية ولكن دستور 23 اللي هو كان بعد ثورة 19 ده اللي بدأ فعلا يسري الحياة النائبية والديمقراطية المصرية وراح مشكل مجلسين مجلس شورى ومجلس نواب كان الأول اسمه مجلس شورى النواب الأول كان المسمى كده بعد كده اتعمل مجلس شورى النواب ومجلس شورى ومجلس النواب وكانوا اللي اتنين بيبقى اقتلافهم تقريبا من حوالي 300 التلتمية دول حضرتك كانوا بينقشوا السياسة العامة للدولة المصرية وكانوا بيعينوا حاجة اسمها مجلس النزار اللي هو بدلوقتي بنقول عليه مجلس الوزراء وكانوا بينقشوا مجلس النزار ورئيسه وينقشوا بقى نظر المالية ونظر الشؤون الداخلية بيساوي الوزير دلوقتي اللي احنا في الوقت الحالي او في العصر الحالي لحد ساعتك سنة 71 دستور 71 بقى من 71 لحد النهاردة هي تعتبر المرحلة التانية من المرحلة النيابية الديمقراطية المصرية يبقى الحياة النيابية المصرية مرت بتاريخ الحياة تاريخ عظيم وحافل جدا منذ بداية 1866 ودي البداية الفعلية وما قبل يمكن احنا من 1805 وكان فعلا الحياة النيابية موجودة في مصر اما دستور 71 كان موجود الرئيس الراحل انور السادات فاسس حاجة اسمها مجلس الشورى كان الاول مجلس الامة كان لوحده موجود مجلس امة مش مجلس شعب رح لغى كلمة مجلس الامة واسس مجلس شورى مقابل لي او ممثل لي واصبحت النهاردة انا عندي غرفتين تشريعيتين الغرفة الاساسية الاولى كانت هي مجلس شعب اللي هي كانت في الاصل سابقا مجلس الامة ولينا واقفة صغيرة كده احنا احنا مرت على تاريخ الحياة النيابية المصرية اه اه مرحلة او سنة سنة بالزبط كانت سنة 68 اه اللي هي الوحدة بين مصر والسوريا الوحدة بين مصر والسوريا الرئيس جمال عبدالناصر والرئيس حافظ الاسد عملوا اه مجلس امة مشترك فكان قوامه ستمائة عضو يبقى كانت دولتين ده كانت جمهورية العربية المتحدة بالزبط ساعتك جمهورية العربية المتحدة كان قوامها ستمائة عضو ربعمائة عضو من المصريين ومئتين من السوريين وعد المجلس ده تقريبا سنة وكان فعلا اصرى الحياة النيابية شوية في الدولتين يعني دي بس مرحوظة سريعة على اعتبار ان الحياة النيابية في مصر مرت بمحطات ومراحل عديدة جينا بعد كده حضرتك في دستور بعد 25 يناير وما تلاها يعني كانت الغرفتين موجودين الشعب غرفة والشورى غرفة في دستور 14 بعد رئيس السيسي ما اعتلى سدة الحكم بدأ اتلغت الغرفة التانية اللي هي كان اسمها غرفة الشورى او مجلس الشورى واصبحنا امامه سمى ساعتك يا دكتور اسمه بدل ما احنا كنا مجلس امة ثم مجلس شعب اصبحنا مجلس نواب رجعنا تاني للمسمى بتاعنا اللي كان من 150 سنة مجلس الشيوخ مجلس النواب اه مجلس النواب واللوقتي فيه مجلس الشيوخ اللي هي الغرفة التانية بالضبط ساعتك دستور 14 سمى الحياة النيابية في مصر وحدانية الغرفة يعني ايه وحدانية الغرفة قال هي الغرفة الوحيدة غرفة التشريع الوحيدة في مصر اللي هي غرفة النواب ولذلك حتى سميت الدستوريين في مصر الفقهاء قالوا انها وحدانية الغرفة قعدت والأول مرة منذ ما يقرب من 150 سنوات يزيد قعدنا أمام غرفة واحدة لمدة 5 سنوات من دستور 14 حتى تعديل دستور 19 في يناير 19 يناير 19 دستور 19 قال لي لا أنا لازم أعدل التعديل اللي أنا كنت ألغيت بيه في 14 الغرفة التانية اللي هي الشورى أنا هرجع الغرفة تاني يبقى عندي مجلس النواب غرفة أولى تشريعية ومجلس الشيوخ بديل عن الشورى غرفة تانية تشريعية زي ما كان زمان زي ما كان ساعتك زمان منذ عشرات ومئات السنية وبعدين حضرتك جي المجلس الشيوخ المسمى الجديد بتاعه في الألفية الجديدة كان انتخاباته حضرتك في شهر 8 اللي فات ويمكن كان هذا الأسبوع منذ يومين 3 يوم الأحد الماضي كان في حلف اليمين وكان في تشكيل الهيكل الداخلي الداخلي للمكتب التنفيذي لمجلس الشيوخ نأتي ساعتك دلوقتي للمرسن الحالي اللي احنا فيه يبقى هي كانت نابزة بسيطة عن الحياة النيابية نابزة رائعة عن تاريخ الحياة النيابية في مصر لكن احنا عادة عادة يمكن احنا شفنا برضو نزول المواطنين للتصويت في مجلس الشيوخ كان غير مورتي كان غير مورتي وده الحياة يمكن احنا متعودين عليه برضو أستاذ علي انه الاقبال في التصويت في مجلس النواب بيكون أعلى شوية من مجلس الشيوخ يمكن اعتقادا أو من الناس بأهمية هذا المجلس وبدوره سواء التشريع أو الرقابي ويمكن الأدوار دي حضرتك تشرح حالنا خلاف مجلس الشيوخ رغم أن مجلس الشيوخ دوره مهم زي ما حالك ذكرت في حلقات سابقة أهمية هذا المجلس الحياة يمكن الروهان الآن على وعي المواطن مصري يا فندم انه ينزل في الانتخابات ده صحيح لأنه انت بتختار النائب بتاعك اللي هو هيمثلك في مجلس النواب اللي ليه دور مهمة قوي في المرحلة القادمة فاحنا عاوزين نوعي المواطنين بضرورة النزول للإقتراع والتصويت وانزل صوت ودي اللي انت عاوز تديله بس المهم يكون ليك دور إيجابي في هذه العملية ده كلام محترم ساعدتك إضافة لللي ساعدتك قلته احنا في ألفية جديدة في عقد جديد سنة 2020 الموضوع اختلف على مستوى العالم وعلى مستوى المنطقة العربية بالذات ومصر على سبيل الخصوص زي ما اتفقنا والجميع يعلم ويعي ان مصر مستهدفة فطالما ان مصر مستهدفة في الداخل بعض موجود في الداخل في الخارج مستهدفة يبقى النهاردة انا عايز مؤسساتي يتم تثبيتها التثبيت الجيد وتكون مؤسساتي على قدر كبير من الحرفية وعلى قدر كبير من المنطقية وعلى قدر كبير من القوة فبالتالي اما اجي امام مجلس شعب او مجلس نواب قادم احنا بصدد النهاردة بداية الحفل التشريعي وبداية المرسن وبداية العرس الانتخابي مفروض وده الحقيقة يعني يهمني او اقول ان الناخب لابد ان يعي تماما ان هو ملك المرحلة وملك هذا العرس الناخب اللي احنا دلوقتي 65 مليون ناخب 65 مليون ناخب عدد 7-18 دول اذا عدد ناخبي جمهورية مصر العربية اللي ليهم حق التصويت ليهم عدد السكان لعدد من لهم حق التصويت حوالي فوق 60 مليون ناخب اذا تقدروا تعملوا كل حاجة لو انتوا نزلتوا حتى 50% يعني لو نزلتوا وانت سيد السندوق الانتخابي انت ملك السندوق الانتخابي انت البلاي ميكر في الملعب بيحتاجك المرشح اللي نازلوا ومعامل يار جنيه وبيحتاجك المرشح اللي نازلوا مع 10 مليون وبيحتاجك المرشح اللي نازل وعامل بنارات بعشرة مليون جنيه وبيحتاجك المرشح اللي عايزة ديك كارتونة وبيحتاجك المرشح اللي عايزة ديك 500 جنيه انت ناهيك عن كل ده ايها المرشح ايها الناخب الجليل انت ملك السندوق وانت مصر تساوي حضرتك وحضرتك تساوي مصر فبدام انت يعني انت بدونك مفيش دولة انت بدونك بدون كيان طبعا هي الدولة عبارة عن ايه ارض سماء افراد فانت دلوقتي بتشكل احد اضلاع المسلس المهم جدا فما كنتش انت تبقى راجل قادر على انك زمام المبادرة والمبادئة تبقى باديك وزمام الامور تبقى باديك وبيدي لا بيدي غيري ولا بيدي عمر لابد ان انت تنزل وتشارك قوي وبلاش بقى النغمة السائدة اللي في الانتخابات الماضية واللي قبلها واللي قبلها واللي في العقود الماضية هنزل اعمل ايه ما الموضوع خلص انزل اعمل ايه دا مش موجود نهائي دلوقتي نهائي في قاضي على كل سندوق ولا تزوير ولا تزيف ولا لعب ولا حاجة خالص انزل لان صوتك هو اللي انت هتعمله هتلاقيه دا مهم جدا ودايما يا استاذ علي حتى سيادة الرايس دايما في كل احاديث يراهن على الشعب المصري هو دا بقى الراهان الحقيقي على الشعب المصري وجودك في الانتخابات يومي السبت والاحد القادمين مهم جدا جدا علشان انت بنزولك بتحدد مستقبل هذا الوضع دا صحيح دا صحيح دكتور احنا اتفقنا ودي حنتكلم فيها لاحقا عشان نقول النهاردة انت ليه اهميتك في النزول والمشاركة عشان تحط لي عضو يبقى نمر واحد تنزل وتشارك نمر اتنين تشارك صح يعني تختار صح حتى اللي برد داك خد بطاقتك لمؤخزة وده موجود احنا احنا مش هنخبي على بعض او ندفن رؤوسنا في الرمال او نبقى زي النعامة نقول لا 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 الحقيقة دا موجود اه موجود ليه موجود لأسباب كثيرة عديدة اوي لو عدنا ساعتين مش هنخلص 100 مليون بنا ادم ثقافة مختلفة ارقيات قبائل عشائر موضوع كبير شعبيين على رفيين على حدوتها فبالتالي اه مش هقدر اسيطر دلوقتي ومش هقدر يعني ايه اخطف عقول الناخب الستين مليون ناخب اخدهم في الاتجاه الصحيح لا مش هقدر بس ولو بنسبة ولو بنسبة ولكن انت اضحك انت بقى على المرشح اللي ادك 1000 جنيه ولا 100 جنيه ولا 200 جنيه اضحك على المرشح اللي ادك هداية او كرتون اضحك عليه ادك برا كزا تخش انت تعمل اللي انت عايزه بما يمليه عليك ضميرك لان ربنا سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم في الجزئية دي لا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه قاسم قلبه يعني ايه يعني انا ما شوف حاجة المفروض انا اتبعها واعيها كويس وارد عليها كويس ما اعملش المناقض ليها او اعمل الخطأ بتاعها اعمل الصح بتاعها الصح بتاعها انزل واشوف السندوق وحط البناء ادم اللي هو اللي انا معتقد انه هو يستحق اللي هو يستحق اللي هو يستحق اه خلينا في جملة المناسب واللي يستحق ودي كلمة كويسة لان احنا عندنا بعد كده جمل تانية كتير اوى مراضفات كتير اوى هو انا النهاردة كمان حنزل حط البطاقة الاقتراع اللي هو انا قاعد قاضي الدهالي وعدت على ودخلت ورا السطارة ادليت بحرية مطلقة حطت بشفافية مطلقة في صندوق زجاجي قاضي حيبرشم السندوق قاضي حيفرز قاضي حيطلع النتيجة يعني ضمانة بنسبة ضمانة بنسبة مية وخمسين في المية الحاجة التانية ده انت العملية الانتخابية القانون 180 سنة 14 بتاع الهيئة الوطنية اللي انتخابات قال قاضي على كل صندوق بس لا 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 قال لي ومرحلة ما قابلة الصندوق كلها من اول انا مقدم ورق الترشيح بتاعي بقدمه للقاضي اللي في المحكمة الابتدائية يفرز ورق يبقى انا بقدم في المحكمة انا من الجيزة بروح محكمة الجيزة اقدم ورقي يقول تمام تمام ادفع التأمين الابتدائي خلاص خدت الرمز وخدت الرقم وخدت كذا ابدأ المرسوم بتاعي اذا القصة كلها بيحكمها قاضي وقدم قاضي هو الضمانة الوحيدة والملاز والمالجأ الاخير بعد قاضي مفيش بقى اصلا بعد كده تبع انت عايز نعمل ايه يعني انا كدولة هعمل ايه بعد قاضي خلاص انا خلصت الجزئية دي المرشح بقى وده مهم قوي انا قلت المرشح هو سيد الملعب اذا افترضنا ان احنا في مباراة النهاردة او دخلين في مباراة سيد المباراة وسيد الملعب هو المرشح الناخب الناخب هو اللي حددلي بالضبط انا عندي تلات تلاف تسعمية وخمستاشر مرشح انا عايز منهم خمسمية تمانية وستين ناخب اه عضو يعني 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 الاربع تلاف تقريبا انا عايز منهم خمسمية وسبعين واحد فالخمسمية وسبعين هيحددهم مين هيحددهم الستين مليون ناخب اللي حينزل منهم بقى عشرة عشرين تلاتين مليون مش مشكلة العشرة عشرين تلاتين مليون الناخب اللي حيكونوا على الصندوق وراء السطرة دول حيحددوا مستقبل خمس سنين انت انجبت راجل فاسد انت السبب انجبت راجل مخادع انت السبب اصل انت ابن المنطقة اصله خلي يعني انا عاز اقولها دكتور انت عارف الناس انا مثلا من دائرة انبابة او الوراق او الدقي او كذا اللي هيجيلي ده مش جايلي من دائرة البحيرة او جايلي من دائرة اسوان او لا ده جايلي انا عارفه عارف ابو عارف اهله عارف ناسه عارف كذا وعارف سلوكه عارف اخلاقه وعارف قدراته وعارف كل حاجة ودي مهم اوي قدراته ده مهم اوي قدراته المؤمن القوي الفاجر خير من المؤمن الضعيف يعني القوي الفاجر احسن من المؤمن الضعيف الفاجر فجره لنفسه انا هفطرت جدلا انه يعني ما بيصليش هو حر بقى دي بتاع ربانه بس قوي لأمته أما المؤمن الضعيف هو مؤمن لنفسه بيصلي النفس وضعفه بيعود على الأمة يسقط ويسقط الأمة معاه فده ينطبق على مين على عدو مجل الشعب ماشي على رئيس وزراء ماشي على وزيره على رئيس على أي حد قوام أي حد قوام ومسؤول ده إن ما كانش قوي وحتى ربنا قال في القرآن قال له يا أبت استأجر إن خير من استأجرت اتنين صفاتين فيهم القوي الأمين إذن أنت النهاردة لما يبقى عندك راجل تحت القبة قوي قوي عارف اللي لي ولي عليه قوي وأمين مش حيسرق مش حينهب مش راح يجيب إذن سمنت مش راح يعمل رخصة عمارة لنفسه مش راح يعمل مصنع لنفسه مش راح يعمل مش ما عنده 200-300 مليون عايزه ميبقى 400-500 مليون طب بتفسر بيها يا أستاذ علي الملايين اللي بتتصرف دلوقتي في الدعاءة الانتخابية هذه برضو الحقيقة ظاهرة الحقيقة سيئة مؤلمة يعني أنا بصرف عليها أساس يعني أنا داخل علشان أخدم دائريتي وأخدم بلدي أنا ليه بصرف الملايين دي الملايين اللي موجودة دي بتصرف يعني ما هي دي برضو علامة استفهام يا طبعا علامة استفهام كبيرة ساعتك طبعا يعني وبعدين النهاردة نمر واحد الهيئة العليا اللي انتخابات حددتلي أو الهيئة الوطنية الانتخابات حددتلي السقف بتاع الدعاية 500 ألف يعني نصف مليون وفي الإعادة 200 ألف إحنا تمشي على المحور ساعتك كده تروح مثلا مدينة ستة كتور وهم بيهربوا من القصة دي يقولك إهدام ممول والقصة اللي هي بيتحاكوا بيها عن ناس آه لا ما ينفعش أنت وانت ماشي على المحور كده ساعتك ترى مثلا المرشح واحد حوالي 30 بانر البانر الواحد في الشهر بيتأجر البانر ده اللي هو 7-8 وعشرة متر في عشرة متر ده بيتأجر بـ 300 ألف تقريبا في الشهر الانتخابي ده إذن أنت لو عامل عشرة عشرين دخلت في خمسة مليون بس ده غير ما بعد كده بقى بعمل إيه مكرباصات إيه وتكاتك إيه وفلوس إيه وتحت السطرة إيه وورا البتاع إيه وقصة إيه موضوع الحقيقة لازم يحسم ويتاخد بمأخذ الجد وأنا بطالب يعني الحكومة والقائمين على الأمر ومجلس النواب الجديد اللي بنأمل يا رب يبقى مجلس قوي من أقوى المجالس اللي مرت في تاريخ الحيانة يا باقي المصرية لا تعدل لي قوي في القصة دي كويس قوي علشان أنت عندك برضو الحكومة مسؤولة الراجل اللي بياخد ميتين جنيه ده وياخده سورة بطاقته الحكومة مسؤولة عن الجملة دي الحتة دي اللي بيعملها المرشح ده مع الناخب ده مسؤول عنها بطريق مباشر وغير مباشر الحكومة أنت اللي خليت الراجل ده يوصل لدرجة العوز أنه يمدي يدي ويقول ميتين جنيه واروح أديك علما هو لا يعرفك ولا يعرف حاجة أنت بتقوله روح رقم كذا رمز كذا وشكرا ولا يعرف حاجة برضو الأمية للأسف الأمية وعدم الثقافة دياب الوعي ليه دور للأسف الشديد النقطة دي مهمة قوي يمكن برضو البزغ البزغ في العملية الانتخابية والصرف في الانتخابات والدعاية بيخلي الناس إن هي فعلا قادرة أو مؤهلة إن هي تكون في مجلس النواب ما بتدخلش تعزف عن ده يقولك طب أنا هجيب منين أنا هعمل إزاي زي الناس دي لأنه من المعروف أنه ليس بالضرورة أن تفرز الانتخابات العناصر الأفضل دي معروفة بسبب ده بسبب ده بسبب الصرف والبزغ اللي إحنا شايفينه من المرشحين يعني برضو دي نقطة مهمة جدا يا أستاذ علي دي نقطة في ناس فعلا مؤهلة إن هي تبقى تحت القبة ده موجود لكن أقولك طب أنا هعمل إيه يعني إزاي العناصر دكتور المؤهلة في الداخل والخارج يعني إذا كان عندنا سبعة تمانية مليون في الخارج ناس قامة وقيمة كلهم وفي الداخل ملايين من القامات اللي تستاهل تدير كل حاجة يعني في كل المناحية مش تحت القبة بس ولكن عنصر المال أصبح العمود الفقري الأول الحقيقة الحقيقة ودي لازم يتحطلها يعني إيه حل ضوابط وضوابط جامدة لأن الموضوع بقاله عشرات السنين وعشرات الانتخابات إحنا بنقابل القصة دي الحدوتة دي لازم كل دورة انتخابية في الشيوخ في الشورى في المحليات في أي حاجة لازم نلاقي الجزئية دي يمكن شوية في النقابات أو حاجة عشان يعني إيه حتة الوعي والثقافة وكذا موجودة ما بتبقاش قوي بالإيه بالموضوع ده طيب خلينا بسرعة أستاذ عالي نعمل وعي مجتمعي بقى للمواطنيين أنا عاوز أعرفه بدور مجلس النواب عشان وهو رايح ينتخب يبقى عارف هينتخب مين بس إمتى تنتخب مين لما تعرف المجلس ده دوره إيه وبالتالي تبقى عارف مين اللي ممكن تنتخبه دلوقتي طبعا المفروض إنه اتنقلنا من مرحلة المرشح اللي هو بيصرف ببزخ وأنا شايف المرشح اللي بيصرف ببزخ ده ما بيحبش غير نفسه هو عايز نفسه فقط عايز الميت مليون اللي صرف منهم عشرة العشرة يجيب مية كمان يبقوا ميتين مليون بس ما اللي قوليش بقى حب الوطن فرض علي ومش عارف إيه ومصر هي أمي والقصص المصطلحات دي اتحك بيها البعيد على نفسك مش على قطاع كبير من الشعب دي واحدة التانية إنت أصلا رايح ومعظمكو أنا آسف جدا 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 معظمكو ماهش عارف هو إيه خصائص مجلس النواب ولا مجلس النواب مفروض أهدفه إيه ولأنت كنائب حتى يعني يعني تحت القبة مفروض صلاحياتك تبقى إيه والحصانة اللي انت واخدها اللي جاي تصرف عشر عشرين مليون عشان تحتمي بيها دي عشان إيه وحتسأل انت وعتفكر الدنيا مزهزها دلوقت دقيقة دقيقة قوي يمكن ما تلحاش تحلف يمين فيعني إيه ده بس أنا ببلغ رسالة لكل المرشحين لكل المرشحين رسالة مهمة آه انت يمكن ما تضمنش اللي صرفت عشر عشرين تلاتين مليون ما تضمنش إنك تحلف اليمين طبعا وحتسأل بقى طبعا صرفت عشرين مليون هتقعد خمس تلاف سنة تتسئل تحت انت حر دي واحدة التانية آه التانية هو إيه مجلس النواب أهدفه إيه ووظفته ووظفته ومهامه وخصائصه نمر واحد اقرار السياسة العامة الاقتصادية والتنموية للدولة سياسة العامة للدولة ها بالزبط اتنين ممكن نشرح كل يعني هذا باستفادة إن أزنت أو لو حبيت الوقت نمر اتنين تمام نمر اتنين حضرتك اقراره لحالة الحرب والطوارئ نمر تلاتة ترشيحه لرئيس الجمهورية نمر اربعة ترشيحه لرئيس الوزراء نمر خمسة منقشة بيانه الرئيس الوزراء منقشة بيان رئيس الجمهورية مسائلته للحكومة رقابته على الحكومة طب أنا فين المرشح هما كلهم ناس أفاضل وطنيين وعشر على عشر عشان بس إيه يعني إلى أن يثبت العكس إنما قولي كده فيه كم واحد يعني معلش فيهم ناس كويس ده دور المواطن عشان يكونوا وطحين تعال انت بقى يا مواطن وبعدين المواطن اللي هو ثقفته كذا المفروض أنا حلاق المواطن اللي ثقفته كذا عنده أبو ثقفة كويس عنده أخوه كذا عنده ابنه كذا عنده كذا عنده جاره كذا ما يروحش كده من عندياته هب إيه عشان حد يعني سلب دماغه لفترة يوم أو ساعة أو كذا علشان مصلحة هذا المرشح يقوم إيه يدلب دلول لحساب الغير ويمكن أدلب دلول لحساب مرشح فاسد يضرني وضر الدولة كلها يبقى اشتركت بطريق مباشر وغير مباشر أيها الناخب فإنك جبتلي واحد مش كويس ما يعرفش حاجة فاسد وبعدين ده بيقولوا إيه تولي الخمس سنين النهاردة بتلاقي كل المرشحين بتخبط على الببان طرق الأبواب هب نجح بعد كده ما تلاقيهوش هب نجح غير الموبايل وغير الرقم وغير الدنيا وقصة وهب جاب موبايل بعد خمس سنين وجاب رقم حدوتة لابد من الجميع يتكاتف لأن أنا شايف أن عكس طيب إذنك معانا على الهاتف الأستاذ أحمد أبو سريع المستشار القانوني ألو ألو صحيح عليكم عليكم السلام أهلا أحمد بيه أهلا بيك فان طبعا حضرتك عارف إحنا داخلين على انتخابات مجلس النواب إن شاء الله يوم السبت والأحد القادمين إن شاء الله وربنا يولي من يصلح يا رب يعني إحنا برضو الحياة معايا الأستاذ علي سلمان المستشار القانوني وبنتكلم الحياة على هذا الموضوع وبنعمل توعية للمواطن علشان يختار المرشح الصح لأن مجلس النواب الحياة في المرحلة القادمة مجلس مهم جدا نظرا للظروف التي تمر بها البلاد حضرتك شايف الصفات اللي ممكن يمتاز بيها المرشح المفروض تكون إيه وطبعا المرشح بصفة عامة لازم يكون ليه صفات معينة ما هواش النهاردة أجل أبص على أي حد مرشح سواء كان عنده أدوات خاصة مش أدوات عامة زي إنه هو بيوفق لبعض الخدمات اللي خاصة بالمحليات أقول ده مرشح أو ده أضو بلماني ينفع إنه يمثلني ويمثل الدائرة بتاعتي تمام أنا يمنى قوي إن المرشح يكون مرشح عن دائرتي وعن المحافظات مصر كلها إنه هو الموضوع مش موضوع خاص ده موضوع عام بالنسبة لمصر مصر دي دولة عظيمة لازم العضو البرلماني بتاعها يمثلها وما يمثلش دائرته بس يمثل القطر كله القطر المصري طبعا عشان يعود بالنفع على المواصل المصري في أي مكان فأنا كان يهميك دائما إنه عضو مجر الشعب أو عضو بلماني يكون عارف مصطلحات معينة مش أي حد النهاردة يخش يقولي أنا عايزة بقوله مجر الشعب بقوله مجر الشعب لازم عنده خلفية بين المؤسلة والنزانية ده أهل حاجة يكون عنده خلفية بين الفرق بين الاقتصاد القلي وإقتصاد القدي تياسة مالية تياسة نادية نظام رقسمالي نظام اشترافي إيه هي المصطلحات دي اللي ممكن يوعد في المجلس ويبدأ يتكلم فيها عشان نوصل لمرحلة اقتصادية أو نظام سياسي كويس ويعود النفع على الشعب المصري فللأسف احنا عندنا معظم الأعضاء اللي كانوا بيرشعنا صهم طابقين أو حاليين تيجي تتألهم الأسانية دي تقولك أنا ما عرفش أو يبدأ يجول ويسول ويجول حواريك ومش عارف أي معلومة عن المسلحات دي فالتنباب أولى كان يتعامل للناس ذات اللي هم اللي بيترشعوا تعالوا كله دورة تدريبية في يعني ايه موازمة يعني ايه طلب حاطة يعني ايه استجواب يعني ايه صحب الثقة يعني ايه خلون عام خاص عشان النقطة تعرف تتكلف المجلس وتعرف تبدأ يبقى المجزة لنفع لما الدورة التدريبية دي ممكن أعملها بقى الأعضاء المجلس بعدما يتم انتخابهم لكن مش لكل المرشحين صعب والله يا ممكن فيبقى دورة اختيارية المرشح اللي حابب ان هو يخش دورة اختيارية زي كده طب ما احنا نخلي يبقى فيه توعية عند المواطن بحيث يختار المرشح الصح وده مطلوب برضو انا مطلوب توعية للمرشح وتوعية للمواطن اللي انتخبه تمام وده الاسف مفتقد عندنا في الوقت الحالي ومطلوب جدا يا ريس الموضوع ده او النظام ده يبقى فيه دورة تدريبية حتى يبقى حاجة فرضية وإلزامية على المرشح اللي بيتم انتخابه وينجع يبقى فيه قبل ما ياخد الكارنية وقبل ما يتم قيده بالمجلس ان يكون فيه زي دورة تدريبية ليه بالشأنة زي قضاء وكلاء نيابة ومعظم المهمة جدا في الدولة تمام الحقيقة يعني احنا نتمنى انه برضو اللي زي حضراتكم النخبة المثقفين المتعلمين يكون لهم دور في توعية المواطنين الحقيقة لانه مهمة اوي اختيار النائب بدقة لان المرحلة القادمة في عمر الدولة المصرية بشكرك جدا المستشار احمد ابو سريع بشكرك افن يعني طبعا السيد احمد بيتكلم بيقول ان لا صفات النائب المفروض يبقى عنده فكرة عن بعض الموضوعات حتى بيكترح ان تعمله دورة تدريبية لكن احنا خلينا دلوقتي لانه الوقت خلاص زي ما بيقولوا خلاص على الابواب الانتخابات يعني بسرعة نستعرض برضو بعض النقاط اللي حضرتك ذكرتها عن وظيفة مجلس النواب علشان المواطن يكون عارف يختار مين الصح هو برضو انا حضم صوتي لصوتي الاستاذ احمد في ايه ان انت عايز تنزل الانتخابات مجلس الشعب سنة 25 ان شاء الله دي في جملة اه تراضية سريعة ياريت يبقى في في ما شابه بقى سميها زي ما تسميها وقلنها بطريقتك الخاصة كدولة يعني مدرسة سياسية تنسيقية زي تنسيقية الاعزاب سمي زي ما انت عايز ان خلال ست شهور انا بشوف بالظبط حضرتك وناس تنتخبك انت اصبحت مؤهل من عدمه اربع تلاف تلات تلاف بنا ادم ينزلوا هيحددوا منهم خمسمائة ستمائة بنا ادم مصير دولة اعود قابليها بست شهور افرخ المسألة دي كلام محترم طبعا ده مصير دولة ده المفروض ده دور الاحزاب السياسية برضه سيدة يعني مش الدولة يعني ما العمل السياسي يعني اه انا انا كحزب سياسي المفروض ان انا بربي كوادر عندي في الحزب اوهيلها ان هي تبقى في المجالس من 2011 للنهاردة احزاب هشة ويمكن كانت تقريبا تعدادها فوق الميت حزب مفيش حد عارف اسم خمس احزاب منهم حتى هذه اللحظة قالوا لا ده فلتروا المسألة بقى التلاتين وادمجوا دي قصة الغرض منها سراء الحياة الحزبية والنيابية وكذا انما هو حق يراد به بطر عشان بس يكون صدقين وبتتحكوا عن الناس وده ما ينفعش احنا دولة كبيرة ومؤسسات كتيرة والكلام ده مش صح ومسليم لازم انت تنسقية احزاب توعي المسألة تبقى كويس عن كده بحيس انا ما يجي افرز وافرخ افرخ ناس تبقى على قد الحدث مجلس النواب يا دكتور مش حاجة كده انا مش داخل مجلس نقابة تقريبا بتحكم حوالي ميتين الف عضو فيها او نادي بيحكم حوالي مليون عضو او سبعمائة تمنمائة او ده انا بحكم ميت مليون بمصري لانه بمجرد نجاح الناخب عضو في البرلمان هو بيمثل الشعب المصري الكل مش بيمثل دائرته فقط منذ الشهور يا دكتور لما كنا امام حالة السيد رئيس الجمهورية بصفة القائد الاعلى للقوات المسلحة اه بيان اه الجيش المصري لمجلس الشعب المصري او مجلس النواب المصري بشأن اقرار ان الجيش المصري يخرج بره الحدود علشان منطقة سرطة والجفرة موافقة المجلس اذا موافقة المجلس على قرار هام جدا يحدد مصير دولة انت عايزه في ايد واحد دخل صرف عشر عشرين مليون علشان ياخد الحصانة يحمي بيهم ميتين تلتميت مليون كمان وتقول لي ده ينفع ما يفعش لا ده الاسوأ كمان او السيد علي الاسوأ من كده غيابه عن المجلس غيابه عن المجلس ما يحضرش الجلسات ده احنا بنشوف بعض الجلسات المجلس فاضي للأسف وبتناقش فيها هذه الجلسات موضوعات مهمة جدا تحدد مصير دولة الدولة المفروض ان العضو كمان بيحرم عليه امور كتيرة قوي من ضمنها عدم بيعه بالذات او الوساطة او كذا باسمه او باسم ايا من اقاربه او اقراره او كذا موضوع كبير وشيق ومحتاج تانية الحية ان شاء الله احنا بنتكلم عن مستقبل هذا الوطن لكن الرهان زي ما بقول السيد الرئيس على الشعب المصري الرهان على وعي الشعب المصري مهما كانت الاغراءات مهما كانت الحية الوسائل المتعددة عشان يغريك كمواطن انك تروح تدي تدي لمرشح معين صوتك لا مهما كانت الاغراءات زي ما قاله السيد علي ادخل وراء السطارة ودي الشخص اللي انت شايف انه هو يستحق لان دي شهادة امام ربنا هتحسب عليه الاهم كمان النزول للانتخابات الاهم فعلا النزول للانتخابات لازم كلنا ننزل وندلي بأصواتنا لان دي فعلا صوتك امانة في نهاية هذه الحلقة عزيزي المشاهدين لا يسعني ان نتقدم بجزيل الشكر لأستاذ علي سلمان المستشار القانوني بشكرك جدا انا متشكل الشكر ايضا لكم عزيزي المشاهدين على كرم المتابعة والشكر لكل فريق العمل في هذا البرنامج اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم من اراد بمصر سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره اللهم امين لان القاكم فيها اللقاء القادم بمشاية الله لكم مني اطيب المنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة